خليني قبل ما أختم أقولك على الآتي إحنا في مصر في جمهورية مصر العربية في الجمهورية الجديدة أقدر أقولك أنه إحنا بنتابع مصر بشكل عام بمؤسساتها بهيئتها بكل حاجة بنتابع عن كثب كل حاجة كل حاجة علشان كل شيء يطلع لسيادتك في أكمل وفي أفضل صورة ولو حصل حاجة مش المفروض أنها تجرى بيتم التعامل معها بشكل فوري هدي لك مثال علشان تبقى المسألة واضحة وفي بداية أول يوم رمضان كونسان هونتو طيبين نهاردة قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية طيب ليه؟ عشان برضو تبقى فاهم علشان عدم الحصول على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وإنه للأسف تمت الإذاعة طبقا للبيان الصادر بالتحايل ودي حاجة مش جيدة تحايل وبيأكد المجلس على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحزوف منها مشهد للأسف 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 والعياده بالله يتعلق بزناء المحارم ده حصل بناء على شكوى قدمت بشكل عاجل من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية اللي أكد إن الحلقة الأولى تمت مرأبتها بالفعل لكن قناة النهار تبقى لدكتور خالد تحايلت وأذاعة الحلقة التي تضمنت المشهد أو المشاهد المحزوفة بيأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إياه سادة يا كرام بيأكد على كل القنوات اللي حصلت على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على الترخيص الخاص بالعرض وبيضيف المجلس إنه لن يتوانى على الإطلاق في تطبيق المعايير اللي بيتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه وإنه هيطبق النصوص الواردة في القانون حال المخالفة واللي بتندرج بقى من وقف الإذاعة لحتى سحب ترخيص القناة إذا تمادت أي قناة في المخالفات عند هذه النقطة أقولك ودمتم